ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قرر عزل الرئيس جاكوب زوما وأمهله 48 ساعة لإعلان استقالته بعد اجتماع دام 8 ساعات لقيادات الحزب العليا ومنذ انتخاب سيرير رامافوزا نائبا للرئيس وزعيم للحزب في ديسمبر الماضي يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الكثير من الفضائح والتي مقرر أن تنتهي في منتصف 2019